مصطفى بيرم وزير العمل اللبناني أهلا وسهلا بك إذن معالي الوزير مصطفى بيرم الحديث أكثر عن تطورات الوضع في ما يخص الحرب على لبنان وكذلك المفاوضات والتطورات السياسية بجملتها إذن معالي الوزير مصطفى بيرم أهلا وسهلا بك هناك حراك دبلوماسي نشط خلال الساعات الماضية للتوصل لوقف الإطلاق النار هل هناك جديد بهذا الخصوص من الجانب اللبناني؟ الجانب اللبناني الرسمي قد أعطى موقفه بشكل واضح ألا وهو وقف إطلاق النار والعودة إلى القرار 17-01 المشكلة عند الإسرائيلي الإسرائيلي عليه أن يقبل بذلك وعليه أن يوقف عدوانه ولكن ما يحصل هي مناورات مضيعة للوقت جربنا ذلك في العدوان على غزة كان الأمريكي والإسرائيلي يعلنون شيئا يبثون أجواء للتفاؤل ثم يتنصلون نفس الشيء يحاولون يعملونه بلبنان فبالتالي ما لم يتوقف العدوان لا شيء جدي ليتم مناقشته إذن نحن أمام مناورات مضللة وليست جدية حتى هذه الساعة هل تأمل الحكومة اللبنالية أن تفضي زيارة المبعوث الأمريكي هوكستان لشيء ملموس بشأن وقف إطلاق النار المؤشرات لا تشير إلى ذلك منذ قليل قرأنا أنه قرر العودة من الكيان المؤقت العنصري إلى واشنطن وبالتالي من بين كما قلت هي إذن مناورة وتسريبات قد تحتاجها الإدارة الديمقراطية من أجل الانتخابات وبالتالي لا قيمة لدماء أطفالنا ولا لدماء البشر عننا والحجر هم مصالحهم هي الأساس لكن تغير هذا الزمن أصبح لدى شعوب المنطقة إرادة المقاومة وإرادة الصمود وسنن التاريخ والسنن الإلهية هي التي ستفرض نفسها في النهاية ولن ينتصر الإسرائيلي لأنه كيان عنصري خلاف التاريخ وخلاف الفطرة الإنسانية طيب معالي الوزير بالأمس ميقاتي قال بأنه يأمل أن يتم التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة لكن أنت غير متفائل بهذا الخصوص لا أنا متفائل بالنصر إن شاء الله وبتحقيق أهداف لبنان وأهداف كل شعوب المنطقة وفلسطين وكل المظلومين لكني لست متفائلا بالحراك الذي يشرحونه المسألة سهلة جدا المسألة سهلة جدا لبنان يعلن الرسمي يعلن التزامه بالقرارات الدولية الدولة الوحيدة المارقة التي لا تحترم شيء اسمه قرارات دولية لاحظ أنت استمعي إلى كل خطبات المسؤولين في إسرائيل هل منذ سنة إلى الآن هل يأتون على ذكر قرار دولي؟ هل يتكلمون عن أمم المتحدة؟ هل هناك أكثر وقاحة وإجراما واستهتارا بالقوانين الدولية من نتنياهو الذي يتخذ قرار اغتيال لسيد المقاومة في لبنان من قلب الأمم المتحدة؟ فيلقي 80 طون على سبع بنايات ثم يقيم غرفة عمليات في قلب الأمم المتحدة هذه سابقة لم تحصل في التاريخ إذن نحن أمام إجرام أمام طرف دولة مارقة لا تحترم القرارات الدولية ما بده كثير النقاشات هل يريدون وقف إطلاق النار والقرار الدولي؟ هل أد سهل القصة؟ هم يماطلون كالعادة من أجل مزيد من الدمار لأنهم شخصيات سادية عنصرية تقوم على التدمير تنتشي بالتدمير لكن التدمير شيء الذي هو جريمة حرب وتحقيق الأهداف العسكرية شيء آخر هم جيش قتل وليس جيش قتال هم يجيدون القتل والتدمير وقتل الأطفال وحرب الإبادة أمام الوسائل المباشرة أمام شاشات التلفزيون كنا نسمع من زمان بالإبادة بعد حصولها وتتسرب بعض الصور اليوم نحن أمام إهانة للضمير الإنساني دولة مارقة تغطيها دولة مجرمة ترعى الإرهاب تعلن مسبقا عن نيتها الجرمية أمام الشاشات ثم ترتكب المجزرة أمام الشاشات ولا تأبه بأي شيء يحصل في العالم لو كانوا يريدون الالتزام بالقرارات الدولية المسألة سهلة وقف إطلاق النار وطعوا طبقوا للـ 17-01 لذلك هم لا يحترمون ذلك لبنان الرسمي يعلن احترام القرارات الدولية لكن هم يعتدون على قوات اليونيفل يحتلون مواقعهم يخرج نتنياهو بكل وقاحة ويطلب منهم المغادرة لا يحترم دولهم لا يحترم القانون الدولي لا يحترم القرارات الدولية ثم منذ أن صدر الـ 17-01 بالـ 2006 إلى الآن إسرائيل قدمت ما يزيد عن 38 ألف خرق بري وبحري وجو رأيناها في الأهداف التي تقيم عليها الغارات على أنها بنوك أهداف بسبب الخرقات التي قامت بها منذ الـ 2006 إلى الآن الآن بهذه المرحلة ما الذي يريده الجانب اللبناني بشأن المفاوضات وكذلك بالنسبة للشروط لا يوجد لبنان يطلب وقف إطلاق النار وتطبيق الـ 17-01 فقط ما الذي وصل الحكومة اللبنانية حول الموقف الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالقرار 1701 وخاصة كذلك حول ما سربته بعض الصحف الأجنبية عن مسودة اتفاق كان الأخطر فيها هو إعطاء الحق لإسرائيل بأن تقوم بعمليات عسكرية في لبنان متى شاءت عندما ترى ذلك ونحن وأيضا من يعتدي علينا متى نشاء سنرد عليه المقاومة سترد عليه حتما هذا حق طبيعي للشعوب لا يوجد أي قرار في العالم لا يوجد قانون في العالم يصادر من الشعب المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه فإذا إسرائيل بدأ تعتدي حق المقاومة في الرد حق قائم مكرس في فلسفة القانون في الحقوق الطبيعية للإنسان في أصل ما هي وجود الإنسان لا يسمح للإسرائيلي ولا نسمح للإسرائيلي أن يطبق هذه الشروط هو يعلم الحد المسموح به هو رسميا السبتعش سفر واحد لا زائد ولا ناقص لن نسمح بزيادة شيء ولن نسمح بإعطاء امتيازات لإسرائيل في هذا المجال والكلام للميدان هو الذي يحسم المعركة كان لنا تجارب مع إسرائيل في الألفين وستة علت السقوف لكنها سمى عندما تعرضت للخسائر وللصحق في وادي الحجير في الألفين وستة ركضت وأيقظت السيد حمد بن جاسم عندما كانوا في نيويورك وطلبت وقف إطلاق النار لنا تجربة أخرى في اتفاق الغاز عندما علوا الصقف لكن عندما حلقت مسيرات المقاومة نزلوا إلى الصقف وقبلوا هذه العقلية الإسرائيلية لا تفهم إلا لغة الميدان لا تؤمن بالدبلوماسية ولا تؤمن بشيء لكن الحكومة اللبنانية لأنها منسجمة مع نفسها ومنسجمة مع القوانين الدولية تعلن احترامها للقوانين الدولية والقرارات الدولية عكس الإسرائيلي الذي لا يحترم لا قانون إنساني ولا ديني ولا أخلاقي ولا دولي ولا أي شيء آخر حتى شريعة الغاب لا يحترمها أنا شاهد فيلما وثائقيا أن حيوانا جاء ليفترس غزالة كنت أشاهدها على الناشولنال جيوغرافيك فوجدها حاملا فامتنع الحيوان المفترس وهو جائع عن افتراسها لأنها حامل هذا في الغابة اليوم نجدهم يقتلون الأطفال والأجنة قبل أمهاتهم يعني حتى قانون الغاب هن مش معاً دنيا هؤلاء لا يفهمون إلا بالقوة لا يفهمون إلا بالصمود ليس لنا خيار إلا أن نصمد بوجه هذه العنصرية التي لا تقبل بالآخر والتي تقوم على صحق الآخر هذا الزمن انتهى نحن في زمن الإرادة للشعب الشعب هو الذي سيفرض إرادته لأننا أصحاب هذه الحق أصحاب هذه الأرض وهم شذاذ الأفاق الذين جاءوا وطردوا أهل الأرض الأصليين ويمارسون كل أنواع القتل وما قدم لهم من تنازلات لن يشفي غليلهم كانوا يطلبون المزيد والمزيد العرب والفلسطينيون تنازلوا لهم عن كل شيء ماذا حصلنا؟ لم نحصل أرضاً لم نحصل أسرة زاد الاستيطان زاد الاعتداء هؤلاء لا ينفع معهم شيء لكن الموقف الرسمي اللبناني يحترم القوانين الدولية بإشارتك إلى أن اليوم اللغة هي لغة الميدان كيف ترى الميدان وقوة كلمته في هذا الوقت؟ الميدان اليد العليا للمقاومة بشكل كبير جداً الأسرائيلي صروا شهر لم يستطع أن يثبت في بلدة واحدة في لبنان رغم التدمير الكامل رغم قوة النيران نحن نعرف أن المقاومة لا تمنع احتلال المقاومة تضرب الاحتلال لتحرر لكننا أمام نموزة جديد من البطولات يسطرها المقاومين ومقاومون في لبنان أنهم يمنعون الاحتلال من التثبيت وحتى لو ثبت فأنهم سيكبدونه الخسائر الكبيرة بدليل أن ما تكبده في هذه الفترة يساوي ثلاث أضعاف ما تكبده في حرب تموز 2006 42 دبابة إلى الآن 42 دبابة مركافة صحقت جنود قوات النخبة صحقوا المروحيات لا تتوقف عن نقل الجرحى والمصابين ما يبوح بهم العدد أكبر من ذلك كما يحصيه المقاومون وبالتالي الأسرائيلي لن يستطيع أن يحقق أهدافه لا بالتثبيت ولا بوقف الصواريخ ولا بالمدايات التي تطالها الصواريخ ولا بعودة المستوطنين إلى مستوطناتهم عليه أن يوقف إطلاق النار وإلا لن يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة طيب وبالإشارة إلى الخسائر التي يكبدها حزب الله إلى الجانب الإسرائيلي كيف يمكن توظيف هذه الخسائر اليوم على طاولة المفاوضات في الوقت الذي تبذل فيه الجهود من أجل وقف إطلاق النار نعم هذا يساعد المفاوض اللبناني الرسمي لأنه أي مفاوض يحتاج ورقة قوة يجي يقول لهم أنتم عم تجربوا بالقتل عم تجربوا بالتدمير عم تجربوا بالإبادة مش عم تحققوا أهدافكم فبالتالي تعالوا إلى الطريق الأقصر هي وقف إطلاق النار والعودة إلى القرار الدولي 17-01 إلى أن يقتنع نتنياهو بذلك بده وقت لأنه شخصيته شخصية نرجوسية شخصية سادية هو عنده خوف داخلي عنده فوبيا داخلية من الطائرات المسيرة لكن يعبر عن ذلك بقدرات مادية الشخصية المتغطرسة لا تستيقظ ولا تقرأ الآيات والمؤشرات التي تحصل أثناء المعركة وقد قدم لنا القرآن الكريم نموذجا مهما هو نموذج الشخصية الفرعونية عندما أعلن في المعركة قد أفلح اليوم من استعلى واستضعف موسى وما يملك ماذا كانت النتيجة؟ لم يقرأ الآيات لم يقرأ تفكك جيشه لم يقرأ لأنه مستكبر وأنا ربكم الأعلى ماذا كانت النتيجة؟ وهذه سنة إلهية يشرحها القرآن فأغرقناه في اليم وأنتم تنظرون هذا الشخص لا يستيقظ إلا في اللحظات الأخيرة أيضا في أي سياق سيد مصطفى بيرن بأي سياق تضعون تكثيف إسرائيل لأوامر الإخلاء لمناطق شاسعة بنفس الوقت وتكثيف الغارات على مناطق في جنوب لبنان على صور وكذلك على بعلبك بشكل خاص نعم هذا يؤكد ما قلته أنه جيش قتل وليس جيش قتال الجيش المقاتل ينزل إلى الميدان في الميدان يتم صحقه لكن ماذا يملك؟ يبقى له آلة القتل هو للضغط على اللبنان للضغط على جمهور المقاومة على البيئة الحاضنة للمقاومة للضغط على الحكومة اللبنانية ولكن هذا الأسلوب لن يوصل إلى نتيجة لن يوصل إلى مكان لأن الميدان هو الأساس طالما لم يقضي على المقاومة فهو لن يحقق شيء الدمار نعيده البيوت نعيده إعمارها لكن الحياة الحرة الكريمة تحتاج تضحيات ولو لذلك لا نستطيع الوصول إذن هو يضغط في الميدان يطيل أمد الوقت يشبع غريزته الدموية ولكن عمليا وترجمت ذلك عمليا هذا لن يؤثر في المقاومين ما يؤثر هو الميدان في القتال المباشر هذا يضرب صورته كجيش يتحول إلى جيش قتل يعني إذا اليوم إذا إلنا سألنا بالعالم من هو الجيش الذي يقتل الأطفال دغري أنت ومغمضة عينيكي بتقولي الجيش الإسرائيلي من الجيش الذي يهدم الأبنية على أصحابها من الجيش الذي يهدم المستشفيات من الجيش الذي يهدم المدارس من الجيش الذي حذر وكالة الأنروا يعني حتى وكالة دولية صادرة بقرار دولي بكل وقاحة بيطلع الكنيسة لأله يحذر وكالة تعطي دواء وغزاء تساعد الناس تساعد المدنيين لا يوجد جيش في العالم لديه هذه الصفات التي هي صفات العصابة عصابة مافيا وقتل بينما كقتال فرجيني شطارتك في الميدان أنت تهرب في الميدان أنت تتعرض ضرب في الميدان للصحق عندك ما يزيد عن سبعين ألف جندي مقابل بضع مئات من المقاتلين من المقاومة الذين يصحقونه على حدود العزة والكرامة مع فلسطين المحتلة وبناء على كل هذه المعطيات هل تعتقدون بأن الجانب الإسرائيلي معني أو حتى أنه جدي بالفعل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في هذه الظروف؟ حاليا في شيء مهم بدأ يحصل عندهم عادة منظر الحرب كلاوس فيتس هو شخصية بروسية يقول أن الحرب هي امتداد للسياسة بوجه آخر يعني الحرب تحقق أهداف السياسة اليوم بدأنا نجد أصوات في العسكر الإسرائيليين يقولون لنتنياهو لم يعد لدينا أهداف لنحققها ما في بقى بنك أهداف الميدان نحن نتعرض للضرب في الميدان من قبل حزب الله وبالتالي لا أهداف سياسية بدأ يفطرق العسكر عن السياسة هذا مؤشر مهم عندهم يعني يؤدي إلى ضعف موقفهم الأمر الثاني الخسائر اللي عم يتعرضوا له الأمر الثالث أن ردعهم سقط نحن من زمان من 75 سنة نحن نقتل من 75 سنة نحن العرب نحتل من 75 سنة تدمر بيوتنا من 75 سنة ما في احترام لسيادتنا لكن الآن الجديد أنه هن أيضا أصبحوا يقتلون هن أيضا أصبحوا يهجرون هم أيضا أصبحت تهدم بيوتهم هم أصبحت يتركون مدنهم التي احتلوها والقرى الفلسطينية التي احتلوها ولا أمانة لديهم الصواريخ تصل إلى عمقهم هذا غير في الميدان أسقط هيبة الردع التي لديهم وبالتالي هم الآن في مأزق لكن هذا المأزق ما وصل لدرجة الاقتناع بالوقف الفوري لإطلاق النار أعتقد أنهم يراهنون على نتيجة الانتخابات الأمريكية ليشوف نتنياهو إلى أي إدارة سيبيع موافقته على وقف إطلاق النار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم شكرا جزيلا لك لوجودك معنا